ترجمة نانسي قنقر وغيرها من الأمراض المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها أبوال الغنم لا تخلوا من بولها وغائطها ليس كذلك ومع ذلك أبيح لنا أن أصلي فيها إذن بول وغائطها طاهرة في حديث جابر بن سمرة في صيح مسلم قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إنشئ التوضأ وإنشئت لا تتوضأ قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ إذن 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 أستخفل